تعالوا بقى نروح لملف تاني منتخب مصر لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا اختتم تدريباته في استاد برج العرب بالامس طبعا استعدادا لوديتي النيجر وليبيريا المقرر لهم يومي 23 و 27 من سبتمبر الجاري والمصرين هتلعبوا في استاد اسكندرية وتقرر إقامة ودية منتخب مصر أمام النيجر في الساعة السادسة من مساء يوم 23 سبتمبر الجاري في استاد اسكندرية كمان عايزين نقولكم ان حتشهد المبارياتين دول امام النيجر وليبيريا حضور جماهيري ساعته 5000 مشجع ماشي زي الفل شيء جميل طبعا المعسكر الاول اقيم ابتداء من يوم 13 سبتمبر وكان يعني نهايته كانت بالامس فده خبر متعلق بمنتخبنا